اهلا بكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرارة الجرس عشان يوصل لك كل جديد وده فيديو جديد وانا اسمق جويلي ويلا بينا نبدأ درسنا النهاردة درس مهم جدا وسهل جدا كلنا عارفين ان نفي في اللغة الالمانية سواء بقاين او نيش لكن النهاردة بقا هناخد طريقة جديدة جدا في النفي في اللغة الالمانية وسهلة جدا وهي خاصة اكتر بالنفي الصفات او الاسامي وكمان بتمفي كم فعل كده لكن النهاردة هنتكلم اكتر عن الصفات ازاي تنفي الصفة او تجيب عكسها بحرف واحد بداية الحرف ده اسمه بافكسة وبافكسة معناها الباديقات النهاردة هناخد معاكم باديقات بتنفي الصفة البافكسة هي هيها الفازلب يعني هي اسمها بافكسة او فازلب جنان يعني ممكن نقول عليها بافكسة ممكن نقول عليها فازلب واللي مش متابعنا واول مرة يتفرج على فيديو بنكلم فيه على البافكسة اه فشارح سريع كده للبافكسة البافكسة دي هي باديقات يعني بيكون عندنا كلمة كاملة متكاملة مش نقص حاجة لو شلنا البافكسة منها بيكون لها معنى عادي خالص بنزود عليها حاجة اسمها بافكسة يعني باديقة الباديقة دي بتكون حرف او اتنين او تلاتة او اربعة بالكتير جدا الحرف ده بقى ممكن يدخل يغير الكلمة خالص ممكن يدخل يضيف لها معاني والنهاردة بقى هناخد البافكسة اللو دخلت على الصفة بتنفيها تماما طيب اي حروف كده لأ في حروف معينة هنحفظها وهنحفظ كمان الصفات اللي بتيجي معيها انا النهاردة جايبا لكم اهم الصفات اللي بتيجي مع كل فا زلبا فيهم وفيه طبعا صفات صفات تانية كتير جدا هتقابلكو بعد كده اول حاجة هنتكلم عليها هو حرف حرف الا حرف الا يعتبر بافكسة وهو من الباديقات اللي لو دخلت على بعض الصفات بتساوي عكسها تماما بمعنى بدنا الصفة مثلا زي بوليتش بوليتش معناها سياسي زاد سيال يعني اكتماع يوتيبش معناها نموزجي وتقليدي حرف الا ده اللي هو الفوزلب لو جي قبل اي صفة من الصفات دي بيدي عكسها تماما يعني بوليتش عكسها ابليتش بوليتش يعني سياسي ابليتش يعني غير سياسي معناها غير تقليدي وغير نمطي وشاز تاني بادئة معنا هي أهم الصفات اللي بتيجي اللي بنستخدم معيها البادئة داس عشان ننفيها معناها مصاب ومصاب أكتر بعدوة مهتم منظم ومرتب دخول بقى اللاحقة ديس على الصفات اللي انا ذكرتها دي هتدينا عكسها تماما انفتسيعت اللي هي معناها مصاب بعدوة عكسها ديس انفتسيعت معناها مطهر ديس انتغسيعت معناها غير مهتم ديس او جانيزيعت غير منظم وغير مرتب تالت لاحقة معنا هي ان ان ديسكوتابل ديسكوتابل معناها قابل للنقاش عكسها ان ديسكوتابل غير قابل للنقاش او لا جدال فيه ديسكريت 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 يعنيها متحفز ديسكريت طائش كامبيتنت كامبيتنت يعني كف ان كامبيتنت غير كف شتابيل شتابيل مستقر ان شتابيل غير مستقر تقول الغاند متسامح ان تقول الغاند غير متسامح البديئة اللي بعد كده اي ار اي ار غات صنال غات صنال عقلاني ومنطقي اي غات صنال غير منطقي وغير عقلاني غيجولية غيجولية منتزم غيجولية غير منتزم غيال غيال حقيقي غيال غير حقيقي غيليفانت غيليفانت يعني معناها زيت صلة حد ليه علاقة بالموضوع غيليفانت يعني ليس له صلة او لا علاقة له مع الموضوع غيليجيوس غيليجيوس متدين ايه غيليجيوس غير متدين اخر لحيقة معنا بقى وهي الاكتر انتشارا ولي بيجي معاها صفات اكتر هي ان ان بيليبت بيليبت يعني شعبي او محبوب ان بيليبت يعني لا يحظى باي شعبية او غير شعبي وغير محبوب بيوست بيوست يعني واعي ان بيوست بدون واعي او غير واعي اعليح اعليح يعني صادق وامين وشخص شريف ان اعليح يعني غير صادق وغير امين وغير شريف فيه فيه يعني قادر على تيجي كمان بمعنى كف ان فيه غير قادر غير كف عاجز فعندلش فعندلش ودود ان فعندلش غير ودود جدولدش جدولدش صبور او بصبر ان جدولدش يعني نافذ الصبر وغير صبور جغيش جغيش عادل ومنصف وشرعي ان جغيش غير عادل او ظالم هوفليش هوفليش مهزب ان هوفليش غير مهزب قام بلتسير قام بلتسير معقد ان قام بلتسير غير معقد زيشة زيشة بالتأكيد ان زيشة غير متأكد شون شون جميل ان شون بشع او قبيح شولدش شولدش مزنب ان شولدش بريء فاشتانتليش فاشتانتليش مفهوم ان فاشتانتليش غير مفهوم ان فاشتانتليش غير مفهوم تسوفغيدن راضي ان تسوفغيدن غير راضي بس وكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا واتمنى تكونوا استفدتوا وياريت لو اي حد فيكم يعرف كمان صفات ينفعنين فيها بالبيرفكس اللي خدناها مع بعض في درس النهاردة يكتب الصفة ويكتب عكسها وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا بشير ولايك وتيستنونا الفيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة